حالة من الغضب الشديد باتت تسيطر على الشارع السوداني هذه الأيام جراء السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتسببت في ارتفاع كبير لأسعار السلع الاستهلاكية بنسب تفاوتت بين 50% إلى 100% الخبز تحتاج له ثلاثة مرات في اليوم وبرضه في الغاز وصعوبة في أشياء كثيرة جدا الحياة أصبحت لا تطاق هو واقع لأزمة اقتصادية ظلت تراوح مكانها منذ سنوات وبالنظر إلى ما شهدته مدن سودانية من مظاهرات احتجاجية متفرقة راح ضحيتها أحد الطلاب حتى الآن تعود للأذهان صورة الأحداث والمظاهرات التي اندلعت في سبتمبر عام 2013 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات وفي كل الحالتين فإن معطيات الرفض تبدو برأي كثيرين هنا متطابقة الأمر الذي اتخذته المعارضة دليلا على فشل الحكومة في حل الأزمة النظام غير معني تماما بمصحت الشعب السوداني وغير تماما معني إلا بمصحته وبقاءه في الحكم وبالتالي كل يوم بيكتسب شعار إسقاط النظام عبر العمل الجماهيري الجدوى وبيكتسب القوة والآن لم يعد أمام الناس إلا مواجهة هذا النظام الحكومة من جانبها أقرت ما وصفتها بجراحات مؤلمة تضمنتها السياسات الأخيرة وقالت إنها مضطرة إلى ذلك لإصلاح الاقتصاد وبشأن دعوة المعارضة لإسقاط النظام ومصادرة الصحف فهي تقول أنا استبعد تماما أن تكون لهذه المعارضة أي أوزان يمكن أن تدفع بجماهير تؤدي إلى إسقاط النظام لكنني أعتقد بأن الصحافة هي كذلك ينبغي أن لا تستغل الأزمات وأن لا تستغل بعض الجوالب التي تم الاتفاق عليها حتى لا يكون ذلك سببا لتحديد الأمن الوطني تداعيات ارتفاع الأسعار حسب مراقبين انعكست بشكل أشد ومباشر على شريحة الفقراء التي وصلت نسبتها حسب خبراء إلى أكثر من 70% من السكان يتساءل الشارع العام هنا عن حقيقة ما أقره مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بتيسير حياة الناس في ظل ارتفاع سعر الخبزة الواحدة زينت 70 جراما مثلا إلى جنيه بدلا عن نصف جنيه واقع يبدو أنه وضع مصداقية الحكومة وشركائها على المحك عبدالباق العوض الحرة الخرطوم ترجمة نانسي قنقر